السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه جوزة عهينة جدا 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 وحشتني مصر النهاردة عاوز اعمل حلقة مهمة هيترتب عليها حلقات كتير بعد كده انا انا اعمل حلقات اسمها سلسلة طبية للأسئلة والاستفسارات والاستشارات المرضية حلوة تنفع عنوان كويس يعني كل استشارة او كل حد هيبعتلي سؤال بياخد رأيه في حالة طبعا عشان مش موجود يمكن معرفش افيده بس على الاقل اقول لكم قرأتي ايه من وراء الشكوى او مفروض لما يشتكي الشكوى دي يتعالج ازاي او مفروض لو حد عنده الشكوى دي يعمل ايه او يتوجه ازاي او يتعالج نصايح عامة يعني وفي نفس الوقت تبقى نصايح حتى كمان لايه لشباب الاطباء ازاي يقدروا يتعاملوا مع الحالات الطبية لزاي كده لاني بشوف ساعات تصرفات صحيحة وبشوف برضو تصرفات خطئة ولكن النهاردة هعمل حلقة صغيرة عن ازاي العيان يقدر يشرح حالته للطبيب كتير او هشوف رسالة من عيان قالوا سلام عليك دكتور انا من محافظة الشرقية وانا تعبان عندي تعب كبير اوي 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 وتعبان بقى لي كذا يوم وحاسس بالتعب بيزيد علي ورحت الكذا دكتور في البلد وقالوا لي الحالة بتاعتك محتاجة اسطرة طب فين المعلومة يعني كل الكلمة الطبية الوحيدة اللي اتقالت اسطرة انا تعبان طب مانا تعبان وكلنا تعبانين تعبان دي كلمة عايمة لا تقولها عمرك قدام دكتور تهعين به الف نون ما تقولهاش اما لنتكلم ازاي قدام الدكتور او نشرح ازاي او لو هبعت رسالة للدكتور عايز اخد رأيه او لو دخل عند دكتور في المستشفى اكشف عنده اتكلم ازاي هي دي الحلقة ويرب ما اتطلش مدتها عن 3-4 دقايق او اقل عشان اعرفكوا ايه اللي يتقال و ايه اللي ما يتقالش اول حاجة لازم تقدم نفسك في رسالة في رسالة على التليفون في رسالة على الواتس في دكتور دخل وفي عيادة في دكتور في مستشفى في عيادة خارجية سلام عليكم انا الاستاذ فلان الفلاني محمد عبدالسلام موظف محاسب في شركة كذا ودي والدتي الحجة نبيلة كانت عايزة تشتكل حضرتك من شكوت قدم نفسك وقدم اللي معاك او لو انت المريد انا الاستاذ فلان الفلاني وسني كذا وبشتغل كذا اول حاجة الاسم تاني حاجة السن يفرق اوي السن واحد عنده واجع في صدره يا دكتور وسككين ومش عارف ايه مخة هيروح ناحية الجلطة سنه كم سنة يا ابني انا بكلم دكتور زميلي يعني سنه ستين سنة يا ربي وبيدخن وسكر وضغط اوبا دي شكلها جلطة سنه كم سنة يا ابني سنه تلت سنين ونص لا هيروح بقى فكري لانه كان بيلعب في البيت وقع على صدره فصدره واجع وعضم صدره واجع سنه ثمان سنين لا يا ده بيتلاقي كان بيجري في الحش في المدرسة فوقع فاتغور فالسن يفرق فاول حاجة الاسم لازم تقول اسمك اسم المريد واسم اللي بيكتب الرسالة لو هو ابن المريد عشان ابقى عارف حتى انا بكلم مين ده ابنه ده اللي جاي بالورق بتاعه ده اللي راح المستشفى بالورق ده الوالد نفسه تاني حاجة السن وتالت حاجة الشكوى في صورة شكوى وليس التشخيص كتير او يقول لي يا دكتور انا عندي ضيق في الشرايين اش عرفك يعني بصت كده تحت القميس فلاقيت في حاجة دايقة انا عندي ضيق في الصمام اش عرفك بصت في القلب لقيت ضيق في الصمام لأ انا عايزك تقولي الشكوى اقول التشخيص لو عايز مع اني ما بحبش يتقلي التشخيص عشان دماغي ما تروحش التشخيص يطلع في الاخر غلط وامش انا غلط فقولي يا دكتور انا عندي نهاجان وديق في النفس ولما عملت اشعات وكشفت تشخص على انه ديق في الصمام فانا عايز اشوف التشخيص ده صح ولا لأ بس اقولي الشكوى ومش مهم اوي تقولي العنوين والاسامي والتليفونات يعني ما تقولش والله كشفت عند مستشفى المحلة في المنصورة وبعدين روحت للدكتور عبدالسلام فوزي محمد حسين السيد في مصر الجديدة في الدور الرابع الشقة يمين اللي على السلم واسمه محمد عبدالسلام ولا دكتور عبدالرحمن لا ده التاني ابنه لا 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 الدور التالت ولا الرابع وكان بيشتغل فين في العين شمس ولا في قصر العين ولا في التخصص انا عاوز المعلومة الطبية وفي الاخر تقولي اصلا انا تعبان لا انا عاوز انا استاذ يعني اديكم مثال لواحد بيوصف صح الرجل اللي فات ده قلنا بيوصف غلط تعالا نقول لواحد بيوصف صح سلام عليكم احمد الو الكاتو انا الاستاذ محمد السيد عندي خمسين سنة والشغل بتاعي عادي بشتغل موظف في مكتب مفيش مجهود بالنسبالي وحست كده من حوالي شهر ويفضل لو تقول من حوالي شهر من حوالي ست شهور ما تقولش في شهر اغسطس 2019 انا بقى هحتاجة اقول احنا في شهر كام ديسمبر اه اغسطس يبقى فرق ثمان شهور لا احنا مش في ديسمبر احنا في يناير يبقى فرق ست شهور هتفصلني قولي على طول من 3-4 شهور من سنتين من 6-7-8 سنين يعني ما فرقتش مع الدكتور بالضبط انا عندي 30 سنة و3 شهور مش دي اللي فرقة يعني انا يهمني 30-40-60 من سنتين من شهرين من اسبوع من ساعتين افريج فمن شهر يا دكتور جالي وجع شديد في سدري في منتصف سدري عامل كده زي السكاكين والحرقان فروحت اقرب مستشفى حست ساعتها بعرق حست ساعتها الوجع مسمع في كتافي وصف الحالة احلى من كلمة تعبت فروحت رايح المستشفى تعبت ازاي يعني رجلك وجعتك ولا ودنك وجعتك ولا شعرك بيتقطع ولا عينك بتزغل المتقول يا ابني التعب ايه جالي وجع في سدري واوصف جالي نهجة وحسيت نفسي مخنوق وعرقت وضربات قلبي سريعة وحاجة ماسكة فرقابتي اوصف حتى لو وصف شكله عبيد احسن ما تقول لي عندي ديق في الصمام لا وبعدها لما رحت المستشفى عملوا لي رسم قلبه وبعض الفحوصات تبين منها قالوا لي بعد كده انك عندك ديق في الشرايين ومحتاج عملية مثلا ايه رأي حضرتك يا دكتور مفروض اعمل ايه خدت الدواء الفلاني الدواء الفلاني ريحني النهجان قال النهجان زاد اتكلم بشكوى ما تتكلمش بكلمة تعب قول اسمك قول سنك قول الحاجات اللي حصلت مش مهم الاسامي والعنوين مش مهم التشخيص اللي اتقالك إلا كاسترشاد في الآخر عشان ما اطلق بطوش واختملكو بحكاية اخيرة كده كان واحد مرة جاله وجع في صدره وطلعت يعني جلطة في القلب بس جاله الوجع على هيئة حرقان فرح للدكتور قال له انا عندي حرقان في الحتة دي فقال له ايوا 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 في المريء يعني ده ارتجاع في المريء خد كيس فوار ورح مديله كيس فوار فوار فواكه بقى فرح للدكتور التاني قال له ايه قال له يا دكتور انا عندي ارتجاع في المريء وخدت فوار فواكه ومرتحتش قال له فوار فواكه ايه يا ابني في دلوقتي فوار احسن منه فوار مش عالف راني ولا فوار ايه قال له يا شكرا يا دكتور رح واخد فوار راني ودي جلطة ماستحسنش رح لدكتور تقول يا دكتور انا عندي ارتجاع في المريء سبتت في مخه كأنه بقى تشخيص قرآن وخدت فوار فواكه وفوار راني ومرتحتش قال له يا ابني فوار ايه خد بقى حقنة زنتاك تريح لك الحلقان ان شاء الله نفضل وراك لحد ما تموت من الجلطة وفي الاخر الجلطة اثرت على عضلة القلب وجزء من عضلة القلب مات عشان هو مش عارف يوصف عما راح للأولاني قال له تشخيص يبقى خلاص بقى عنده التشخيص انت عندك ثلاث شرايين مسدودة في القلب واحد ستين واحد تسعين واحد مية وعشرة هو ولا شاف حاجة فماشي في الشارع انا عندي ثلاث شرايين مسدودين عندي ثلاث شرايين مسدودين هتعالج بججر طب انت ممكن تتعالج بالأدوية ازاي تتعالج 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 مسدودين مع انه هو بيمشي وبيطلع عشر تدوان فاحكي الشاك وهو ما تحكيش التشخيص قول اسمك وقول سنك وانا ان شاء الله هوريكم اسئلة كتير وامثلة الحالات كتير بشوفها هنا وان شاء الله تستفيدوا مني كان معكم الدكتور رامي اسماعيل ويحييكم اشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله بقيتها من حلقات بالعرب ايو شكرا ويارب تكونوا بتستفيدوا من الحلقات دي في رعاية الله